إذن مع قصف إسرائيلي يتخل له كذلك استمرار القتال بين فصائل المقاومة وقوات جيش الاحتلال أحمد جرادات إذن 320 جنديا قتلوا منذ الاشتياح البري آخره أعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجرح عدد آخر من الجنود كذلك هذا يتزامن مع أعلان المرحلة الثالثة كل هذا كيف نعكس في الداخل الإسرائيلي خصوصا فيما يعني بالتصريحات السياسية وتغطية الأعلام الإسرائيلي نبدأ من حالة الانقسام على ما يبدو ما بين المستوى السياسي والمستوى الأمني وهذا ما نقلته نيورك تايمز عن تسعة مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وصابقين وفقا لمراسلها الموجود في إسرائيل أشار إلى أن وجود جنرالات في داخل الجيش الإسرائيلي يسعون إلى وقف إطلاق نار في داخل قطاع غزة حتى وإن بقيت حركة حماس في السلطة خلال الفترة الحالية ولكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رد سريعا على هذا التقرير وأشار إلى أن الجيش ملتزم بالقضاء على حركة حماس من ناحية قدرتها العسكرية وحكمت أو سلطة حركة حماس وحكم حركة حماس في قطاع غزة وأيضا إعادة الإسرائيليين من القطاع إضافة إلى الاستعداد في ظل العملية والقتال في داخل قطاع غزة في أي مكان قتال حركة حماس هناك استعداد للجبهة الشمالية من ناحية أخرى ممرنة سريم أصبح كمصيدة على ما يبدو للجنود الإسرائيليين اليوم تم الإعلان عن مقتل ضابط وجندي في الأيام الماضية قتل عدد لبأس به من الجنود الإسرائيليين وأصيبوا جراء استهدافات عدة إن كان بقذائف الهون إن كان بالصواريخ المضادة للدروع أو من خلال القنص وهنا كانت تكمن المخاوف الإسرائيلية تحديدا مخاوف عدد من المراسلين الأسكريين بأن تصبح القوات الموجودة في تلك النقطة وفي تلك المنطقة هدف ثابت لجسم متحرك والجسم المتحرك هو الخلايا التابعة للفصائل الفلسطينية التي تظهر حينا وتختفي حينا وقادرة على المراوغة في ظل الدمار الكبير الذي يحيط في قطاع غزة وتحديدا أيضا في محيط ممر نتسارييم والنية الإسرائيلية على البقاء في تلك النقطة حتى مع الانتقال إلى المرحلة الثالثة والمرحلة الثالثة إسرائيل تريد الانتقال إليها على ما يبدو خلال شهر على الأقل وهذا ما أبلغ به مسؤولون في الجيش الإسرائيلي بن يمين نتنياهو خلال جلسة عقدت مؤخرا لنقاش تطورات الجبهة الجنوبية وتحديدا في داخل قطاع غزة محمد ترجمة نانسي قنقر